بدوره ندد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس جروندبرغ بالموجة الأخيرة من التصعيد العسكري التي اشتاحت اليمن والتي تضمنت ضربات جوية مكثفة على صنعاء وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين كما استنكر جروندبرغ في ختام جولته إلى رياض موجة التصعيد العسكري لحوثيين والتي تضمنت ضربات جوية امتدت عبر الحدود إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقال مكتب المبعوث الدولي في بيان إن جروندبرغ اختتم زيارة إلى الرياض بعد أن التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك بالإضافة إلى مسؤولين سعوديين ويمنيين آخرين وأعرب عن قلقه البالغ إذا أثر التصعيد على آفاق السلام في اليمن وعلى حياة المدنيين وسبل معيشته من جانبها أكدت رئيسة مجلس الأمن السفيرة النرويجية مينيول التي تتولى رئاسة أعمال المجلس للشهر الجاري ضرورة إحجام الأطراف المعنية كافة عن التصعيد في اليمن وأضفت في تصريح للصحفيين قبل بدء جلسة مغلقة لمجلس الأمن أنهم قلقون للغاية ويدعون الأطراف المعنية كافة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات ترجمة نانسي قنقر